عندما تجوع الضباع تأكل حتى صغرها النظام الإيراني في خضم أزمته الاقتصادية الخانقة يلجأ إلى قرصانة السفن في الخليج العربي ويصل به الأمر إلى عدم التفريق بين خصومه وتابعه يقرصن ناقلة نفط عراقية ويعلن ذلك على الملأ مثبتا بالأدلة والبراهين أن الناقلة التي تحمل النفط المهرب واحتجزها الحرس الثوري قبل عدة أيام هي ناقلة نفط عراقية تحمل اسمهيتا ساعات طويلة على الإعلان الإيراني وحكومة بغداد في حرج دفعها إلى الصمت والتفكير بالخروج من مأزق هوية الناقلة لتخرج أخيرا بتصريح مقتضب ينفي علاقتها بالناقلة المحتجزة دون التعليق على هويتها التصريح الحكومي جاء فيه أن وزارة النفط لا تصدر زيت الغاز إلى الأسواق العالمية وإنما يقتصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات وكالة رويترز تقدم رواية توافق بين تأكيد نظام طهران ونفي حكومة بغداد فتنقل عن مصدرين حكوميين في العراق أن الناقلة التي احتجزها الحرس الثوري لا تتبع فعلا لوزارة النفط في العراق لكنها تتبع لشركة خاصة يمتلكها تاجر عراقي ولعل في هذه الرواية حرجا أكبر لحكومة عبد المهدي دفعها إلى الارتباك فمن ناحية تؤكد عدم حصر بيع النفط بيد الدولة ومن ناحية أخرى تكشف عن تحكم الميليشيات والأحزاب في تجارة النفط وتهريبه على الجانب الإيراني يبدو أن تصاعد الأزمة بين لندن وطهران بشأن الناقلة المحتجزة دفع الأخيرة إلى الكشف عن هوية الناقلة العراقية بعد أن هددت بريطانيا بتصعيد أشد ضد إيران في حال كانت الناقلة بريطانية الكشف عن هوية الناقلة ربما يشكل حرجا جديدا لحكومة بغداد بعد أن أحرجت سابقا عندما كشفت وثائق لوكالة رويترز أن ناقلة النفط الإيراني المحتجزة في جبل طارق تحمل نفطا مصدره العراق وليس إيران لكن لا حياء لمن باع الوطن والأهل